موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من الميادين حياكم الله وإلى العنوين الأسرة للفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد خضوع الاحتلال لمطالبهم بوقف وإلغاء عمليات النقل التعسفي في السجون ولي العاد السعودي ووزير الخارجية الإيرانية يبحثان تعزيز التعاون المستقبلية ويشددان على حق الجميع في الأمن والتنمية القمة الأمريكية الكورية الجنوبية واليابانية تصف سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي بالعدواني وتؤكد بدء حقبة جديدة من الشراكة الثلاثية إيكوا سقول إنها لا تفضل الخيار العسكري لكنها مضطرة لذلك بسبب تعنط المجلس العسكري في النيجر روسيا تحضر دخول المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أراضيها وتوسع قائمة العقوبات ضد مسؤولين وإعلاميين بريطانيين أهلا بكم ونبدأ نشرتنا من لبنان حيث أفاد مصدر أمني الميادين بمقتل عنصر من جماعة إرهابية خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية لبيروت وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسلنا عباس الصباغ عباس بعد التحية يعني توفرت لديك أي معطيات حول ما جرى في حي السلم نعم روان تحية لك ولمشاهدين الميادين الأكارم بطبيعة الحال يعني وحدة الحماية في حزب الله قامت بتتبع عنصر إرهابي شاركة في تفجير في السيدة زينب في العاشر من محرم الفائد وكان يقيم في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية وهو من بلدة السل بحسب المعلومات التي حصلنا عليها ويبلغ من العمر 23 عاما وبعد تأكد الحزب من مكان وجوده قام بمداهمة المكان في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت وكان المطلوب يقيم على الصبقة السابعة تحسبا لأي عملية مداهمة كي يستطيع الهرب أو حتى رمي نفسه وعندما وصل عناصر الحماية إلى الصبقة السابعة قام هذا المطلوب برمي نفسه من الصبقة السابعة ونقل بحالة حرجة جدا يعني يقال أنه قتل وهناك معلومة أخرى تقول بأنه في حالة خطرة جدا نقل مستشرة سانجور وهي في الضاحية الجنوبية في بيروت وبالتالي نجح حزب الله في تتبع الذي استاهم في تفجير السيدة زينب وتقود ستة شهداء في العاشر المحرم وستطاع تحييد هذا العنصر وقام بهذه المداهمة مساء أمس من دون أي صعوبات وبالتالي استطاع تحييد هذه المجموعة التي تخذت من الضاحية الجنوبية مقرا لها وهذا العنصر كانت تسلل إلى لبنان بطريقة غير شرعية بعد تنفيذه لعملية تفجير السحارة في السيدة زينب في دمشق شكرا لك مراسل الميادين عباس صباغ على هذه المعطيات وانتوافرت معطيات إضافية سنكون معك في سياق هذه النشرة شكرا لك عباس صباغ أعلن الأسر الفلسطينيون تعليق كل خطواتهم بعد اتفاق بين الحركة الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال تعود بموجبه الأوضاع في سجن النقب إلى ما كانت عليه قبل الاقتحامات الأخيرة التعليق جاء بعد تعهد الاحتلال بإعادة الأسر المنقلين من سجن النقب خلال الأسبوع المقبل وبوقف كل عمليات النقل التعسفي والأعمال الاستفزازية وأكدت الحركة الأسيرة أنها ستراقب تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وستعاود حراكها بشكل مضاعف إذا تهرب الاحتلال من التزاماته تحت وسم نفير الأحرار عبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم قضية الأسرة مؤيدين خطواتهم النضالية ضد اعتداءات إدارة سجون الاحتلال الناشطون أكدوا في منشوراتهم أن الأسرة ليسوا وحدهم في هذه المعركة وأن خلفهم شعبا ومقاومة التفاصيل في هذا العرض مع محمد عز الدين أهلا بكم مئات النشطاء الداعمين لقضية الأسرة في فلسطين كتبوا على منصة اكس تويتر سابقا منشورات تدعم وتؤيد خطوات الأسرة النضالية التي يخضونها ضد اعتداءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت وسم نفير الأحرار كتب محمد لا تتركوهم لوحدهم فيما تحدث إسلام أحمد أبو ندى عن تعرض الأسرة لأفضع الجرائم داعيا إلى تلبية نداء النصرة بالمسيرات والوقفات وإشعال نقاط التماس مع الاحتلال أما سوسا حسن فكتبت أسر النقب يتعرضون لجريمة مروعة في ظل صمت دولي وأكدت أن عدوانا لاحتلال على سجن النقب سابقة خطيرة جدا مع بدء نحو ألف أسير من سجون الاحتلال كافة الإضراب المفتوح عن الطعام كتب أبو جهاد اقتحام أعتداء نقل تهديد قمع تمديد انتهاكات إسرائيلية متصاعدة بحق الأسرة الفلسطينيين فيما قال أحمد منصور إن الكيان المأزوم يشعل فتيل السجون لكن النصر الإلهي سيكون للأسرة محتوما بينما علق أبو راغب وكتب الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسرانا وسلامتهم في سجن النقب وكل السجون هذا وانطلقت دعوات للخروج بمسيرات حاشدة نصرة للأسرة الذين تعرضوا لهجوم همجي من قوات القمع في سجن النقب حذر الناطق وصابق باسم جيش الاحتلال آفي بنياهو من أن الفترة الحالية تعد الأكثر تحديا للجيش الإسرائيلي مع فتح جبهة داخلية خطرة وغير مسبوقة لرئيس الأركان وفي مقال نشره في صحيفة معارف قال بنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقف ضد الجيش في ظل السعداد الأخير لأزمة مقبلة مرتبطة بقوانين جديدة يمكن أن تؤدي إلى تصفيته من جهته اعتبر رئيس لواء التخطيط الإسراتيجي في الجيش الإسرائيلي أساف أوريون أنه بعد 17 عاما على انتهاء حرب لبنان الثانية تكشفت فجوات خطرة في كفاءة الجيش الإسرائيلي المسؤول الإسرائيلي تحدث عن التهديدات الأمنية المتفاقمة من الخارج والأضرار الهائلة للجيش والاقتصاد والأمن والعلاقات الخارجية كما لفت إلى المخاطر المحتملة في ظل المساكية غير المسؤولة للقيادة والخطر الحقيقي على إسرائيل من نظام رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذي يواجه مئات ألاف المحتجين مع اقتراب موعد تجديد التفويد لقوات اليونيفل في جنوب لبنان تمارس إسرائيل ضغوطا كبيرة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للرضوخ لمطالبها تقرير منال إسماعيل معركة دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة تدور بين لبنان وإسرائيل بشأن البنود التي سيتضمنها تجديد تفويد قوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان المقرر في نهاية شهر آب أغسطس من كل عام بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية التوتر بين لبنان وإسرائيل لا يتهي عند الحدود الشمالية بل ينزلق إلى الأمم المتحدة وإلى المعركة على تجديد التفويد لقوات اليونيفل حيث يخشون في إسرائيل من الخضوع لمطالب لبنان مساع عديدة وضغوط كبيرة تمارسها إسرائيل على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإدراج بنود لم تكن موجودة في بيان تجديد التفويد كالتطرق إلى وجود نقاط أقامها حزب الله على طول الحدود مع فلسطين المحتلة في إسرائيل ولبنان يديران معركة رأسا برأس في أروقة الأمم المتحدة بشأن القرار الذي يفترض أن يتضمن موافقة أعضاء مجلس الأمن على تمديد تفويد قوات الأمم المتحدة عند الحدود في المقابل بند إشكالي من ناحية إسرائيل يتعلق بحرية حركة قوات اليونفل في مناطق عملها في لبنان حيث يرفضون في تل أبيب إضافة عبارة بالتنسيق مع الجيش اللبناني وهي ستوفد لهذه الغاية في الأيام المقبلة طاقما رفيع المستوى للعمل على خط الدول الأعضاء في مجلس الأمن لثنيها عن إدراج هذه العبارة في بيان التجديد إسرائيل قلقتهم من بند محدد مرتبط بحرية عمل مراقب قوات اليونفل وإلى أي حد يجب أن يعملوا بالتنسيق مع الجيش اللبناني ويخشون من طلب تنسيق كامل بين الجيش اللبناني واليونفل ولتلك تدار معركة حول هذا البند حيث سيتوجه وفد رفع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة لإجراء دقاءات في الأمم المتحدة في محاولة للتأثير على قرار مجلس الأمن وعلى وقع النقاشات المحمومة الدائرة في أروقة الأمم المتحدة بشأن تجديد تفويد قوات اليونفل يمارس ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة قلعاد إردان من جانبه ضغوطا دبلوماسية خلف الكواليس للخضوع للمطالب الإسرائيلية التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جدة وكالة الأنباء السعودية قالت أن لقاء تضمن عرضا للعلاقات بين البلدين وبحثا وفي فرص التعاون المستقبلية الخارجية الإيرانية تؤكدت أن ولي العهد السعودي أرسل تحياته إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية سيد علي خامنئي ولفتت إلى أن الحوارات تضمنت تشديد على أن الأمن والتنمية من حق الجميع من جهته عبداللهيان قال أن البلدين متفقان على ستباب الأمن والتنمية في المنطقة السفارة الإيرانية لدى السعودية أكدت أنها فعلت العمل في مقرها لدى الرياض منذ فترة وأنجزت المهام الدبلوماسية والخدمات القنصرية اللازمة وفي حسابها الرسمي على موقع X نشرت السفارة الإيرانية في الرياض صوراً لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال قيامه بجولة داخل السفارة واطلاعه على جهود تجهيزها في سبيل إعادة فتحها وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح وصف زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية بالخطوة الإيجابية والمهمة في الاتجاه الصحيح نحو توطيد العلاقات بين تهرانا والرياضة وفي مقابلة مع صحيفة الرأي الكويتية أكد الوزير الكويتي أن تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية سيسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بكل تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن حرس الثورة في إيران مجهز بأحدث التدريبات والعلوم والتكنولوجيا مشيرا إلى أن أهم مهمة للحرس هي الحفاظ على الثورة الإسلامية وحمايتها حرس الثورة اليوم مجهز بأحدث التدريبات والعلوم والتكنولوجيا وهو ثروة اجتماعية حيث يعده جميع المسلمين من الشيعة والسنة ملجأ لهم إن أهم مهمة لحرس الثورة اليوم هي الحفاظ على الثورة الإسلامية وحمايتها رغم كل التهديدات والعقوبات والفتن تحدث رئيسي عن أهمية حرس الثورة في مواجهة الإرهاب وأن دور الشهيد سليماني كان أساسيا في هذا السياق لو لم يكن حرس الثورة كيف كان وضع المنطقة الآن وما كانت داعش فاعلة لماذا اختلتم بطل مكافحة الإرهاب في العالم لو لم تكن قوة القدس في حرس الثورة ولولا فعل الحاش قاسم سليماني لسيطر الداعش على كل أوروبا إن السبب الأساس في فشل العداء خلال عمال الشغب الأخيرة هو وقوف حرس الثورة والجيش والشعب في وجههم وعدم تمكن العداء من فعل شيء الرئيس الإيراني قدم هدية تقديرا إلى ابنة الشهيد قاسم سليماني زينب سليماني على هامش اجتماع المجلس الأعلى لقادة حرس الثورة إلى ذلك قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا الشياني أن بلاده تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم إن تحقيق السلام والأمن الدائمين يعتمد على الإمكانات والقوات الدفاعية إننا ننصح ونحذر نظام الهيمنة والدول التي تتدخل بنا بالابتعاد عن الأذى والاتهامات الباطلة والصنع الأزمات لأن أي عمل يقومون به سيضرهم إيران تدعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وهي ضد أي حرب وعنف في العالم في اليوم الثاني من الزيارة استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعدما كان قد التقى أمس نظيره فيصل بن فرحان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة ويستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مشهد يختصر تطور العلاقات السعودية الإيرانية وقد كان الحوار صريحا وشفافا ومفيدا يقول الوزير الإيراني مضيفا أن الدولتين متفقتان على استتباب الأمن والتنمية في المنطقة وباللسان الخارجية الإيرانية أكد بن سلمان أهمية لقاء قادة البلدين مشيرا إلى دعوته الرئيس إبراهيم رئيسي إلى زيارة المملكة وفي صلب المباحثات كانت فرص التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بحسب وكالة الأنباء السعودية كما ناقش الأمير والوزير تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية فإلى أين تتجه العلاقات السعودية الإيرانية اليوم خصوصا أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها المملكة وزير خارجية إيراني فماذا يقول عبداللهيان عن مسارها منذ توقيع اتفاق بكين واستئناف العلاقات قبل أشهر نشهد اليوم بأن العلاقات بين البلدين تتجه الوجهة الصحيحة كذلك أكد الوزير السعودي أن الأمور تسير في هذا الاتجاه وأهمية استعرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين الوزير بن فرحان أشار إلى استئناف السفارة السعودية في تهران نشاطها معتبرا ذلك خطوة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين وتاتي الزيارات المتبادلة وزيرا بعد وزير تكريسا لنهج استعادة العلاقات كاملة فقد سبق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كذلك استقبال الوزير السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته التهران قبل شهرين وتلقي هذه الزيارات بثقل البلدين في إعادة سياغة التحولات الجيوسياسية في المنطقة ولسيما أن الرهان كان قائما على القطيعة بين السعودية وإيران قبل أن يفاجئ البلدان العالم بهذا الانفتاح المتبادل أفاد مراسل الميادين في حلب مقتل ثلاثة قادة من قوات سوريا الديمقراطية من جراء استهداف طائرة مسيارة سيارتهم قرب بلدتين بولوزهراء في رف حلب الشمالي المشاهد تبين انحراف السيارة المستهدفة عن مسارها وتضررها بشكل كبير فيما كانت هناك محاولات لإخراج المصابين منها تكثف القوات الأمريكية تحركاتها في العراق وآخرها وفق مصادر الميادين حركة نقلا لهذه القوات بدأت منذ خمسة أيام أتية من الحدود العراقية السورية إلى قاعدة حرير العسكرية في أربيل أو إلى موقع فيكتوريا العسكري بمحاذاة مطار بغداد الدولية عبدالله بدران والتفاصيل من ثلاثة محاور ولثلاثة مواقع تحركت دعم الأمريكي لقواته في العراق الأول عبر تحرك رتلين يضم شاحنات مدرعات وناقلات جند وعربات عسكرية من منفذ الوليد غير الشرعي بين العراق وسوريا إضافة إلى تحرك رتلين عسكريين لوجستيين الأول من القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف السورية والثاني من الكويت أرتال الدعم الثلاثة توزعت على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بأربيل بكردستان العراق وفي موقع فيكتوريا العسكري في العاصمة بغداد التحالف أعلن أنها حركة إعادة انتشار وتموضع فيما رصد خصوم واشنطن الحركة وربطوها بالتطورات الإقليمية والدولية وجددوا رفضهم لهذا الوجود العسكري موقفنا ثابت نحن نرفض هذا التواجد تحت أي مسماس سواء الاستشارة أو للتدريب القوات الأمريكية متواجدة هناك قوات عسكرية قتالية في داخل الأراضي العراقية وأيضا في داخل الأراضي السورية للحفاظ على المصالح الأمريكية في هذه المنطقة رسميا تعيد بغداد التذكير بعدم حاجتها لأي قوات أجنبية على الأرض العراقية مكتفية بأن محاربة داعش تتم بشكل كامل على يد العراقيين في المتابعة والرصد والاستهداف أبدا لا يوجد أي دور قتالي للتحالف الدولي مجرد استشارة وتبادل المعلومات السخباراتية والتمكين في مجالات تدريب والتسليح والتجهيز وكانت القوات الأمريكية قد أجرت عمليات استطلاع جوي في سماء قاعدة عين الأسد غرب العراق وعند الحدود العراقية السورية لتأمين حركة قواتها ونقلها إلى القواعد العسكرية وبينما بررت قوات التحالف حركتها بأنها عملية تغيير روتينية وبينما يرصد خصومها هذه الحركة التي تمثل إعادة انتشار وتقدير لجهوزيتها العسكرية تبقى العين عند الحدود العراقية السورية وخط الرط البري للفصائل العراقية وحلفائها في المنطقة وغرب آسيا لمنع أي محاولات لتحييدهم عن أي تطور نافر عبدالله بدران بغداد الميادين أدان بيان مشارك لقمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظره الكوري الجنوبي يونسونك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أدان ما وصفه بالأعمال الخطيرة والعدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي وأكد بيان القمة المنعقدة في كام ديفيد في الولايات المتحدة التزام الدول بالتشاور الفوري وتنصيق الاستجابات للتحديات الأقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر في مصالحها المشتركة وأكدت تنصيق الاستراتيجية والارتقاء بالتعاون الأمني الثلاثي وعارض البيان بشدة أي محاولات أحادية لتغيير الوضع في مياه المحيطين الهندي والهادئ ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغوان بمحاولات جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية ودعا قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين اشتمعوا في كام ديفيد إلى السعي نحو السلام للحرب في مواجهة الوضع الأمني والدولي المضطرب يجب على جميع الأطراف التمسك بالمفهوم المشترك للمجتمع الأمني والالتزام بالتعددية الحقيقية والعمل معا للاستجابة لجميع أنواع التحديات الأمنية ينبغي لأي دولة ألا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى أو على حساب السلام والاستقرار الإقليميين تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصنا للسلام والتنمية ومكانا واعدا لتنمية التعاون وينبغي ألا تصبح ساحة المعركة للمنافسة الجيوسياسية إن محاولة تجميع دوائر صغيرة أو مجموعات صغيرة مختلفة معا لجلب المواجهة بين المعسكرات والجماعات العسكرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ محاولة لا تحظى بشعبية ولا بد أن تؤدي إلى اليقظة والمعارضة من دول المنطقة صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمري كيم جونغ أون من دون شروط مسبقة وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن بايدن سيناقش مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مع الزعيم الكوري إذا عقد هذا اللقاء ولفت إلى أن كوريا الشمالية لم تعطي ردا إيجابيا حتى الآن على الاقتراح من جهته شدد نائب رئيسة تايوان وليام لاي على دعم المجتمع الدولي لتايوان جاء ذلك بعد عودته إلى بلاده في رحلة عبر فيها إلى الولايات المتحدة بسبب عملكم الشاق أصبحت طاقة تايوان أقوى وأقوى لقد أظهرتم للمجتمع الدولي أن تايوان هي قوة من أجل الخير إن المجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا لتايوان أو مساهمتكم هي التي سمحت بذلك أكد مفوض وشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكوس استعداد المجموعة للتدخل العسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك وقال أن الدول اتفقت على موعد التدخل العسكري من دون الإفصاح عنها وفي تصريحات أدلى بها عبد الفتاح موسى بعد يومين من اشماع قادة أركان المجموعة في أكرى عاصمة غانا حيث قال أن إيكوس لا تفضل الخيار العسكري لكنها مضطرة له بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر وأضف أن أي تدخل في النيجر سيكون قصير المدى ويهدف لاستعادة النظام الدستوري أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية في أفريقيا جيمس هيكر أن واشنطن تجهز خططا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر هيكر أكد أنه لا يوجد حتى الآن قرار للإجلاء من النيجر وأوضح أن إخلاء القاعدتين سيكون له تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولغر تورك بقرار المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم محذرا من أن الحرية في النيجر أصبحت في خطر مفوض الأمم المتحدة أشار إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة الرئيس النيجري المعزول بتهمة الخيانة العظمى لافتا إلى أن الرئيس بازوم انتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب ولا يمكن للمجلس العسكري تحدي إرادة الشعب ودعا إلى الإفراج الفوري عنه وصون الحريات في البلاد وعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومراسل الميادين من هناك الزميل عباس الصباغ حتى يطلعنا على تفاصيل إحباط أو إلقاء مداهمة إحدى الشقق التي تتواجد بها جماعة إرهابية عباس تفاصيل أكثر معك حول ما جرى في حي السلم نعم تحية لك مروان والمشاهدين الميادين الأكارم بطبع الحال في هذه المنطقة في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي ساعات المساء مساء أمس داهمت قوة من حزب الله هذا المبنى المؤلف من سبعة طبقات بعد رصد أحد المشاركين في التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة السيدة زينب في دمشق في العاشر من محرم واستشهد نتيجة ذلك الاعتداء الإرهابي ستة أشخاص وعندما كان هناك رصد للمشتبه به وسام دالي الذي دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية ومن ثم بعد رصد هذا الشخص تبين أنه يقيم في هذا المبنى عندما وصلت القوة من حزب الله إلى هذا المبنى ولدى السؤال فقط عنه رمى بنفسه إلى الأرض ولا تزال أثار الدماء وحداءه موجود في هذا المكان وبحسب كل المعطيات بأنه قد توفي أو قتل على الفور هذه العملية الاستباقية صاح التعبير والتي جاءت بعد رصد من عناصر حزب الله لمسار تفجير إرهابي في السيدة زينب تكللت اليوم بتحييد هذا العنصر الذي ينتبه إلى خلية إرهابية وبالتالي خشت بأن يكون على ارتباط به أو يحضر لعمل إرهابي آخر حصلت هذه العملية مساء أمس وانتهت حتى اللحظة لا موقفون آخرون في هذه العملية المداهمة إنما هناك تحقيقات تجري مع الأشخاص الذين كانوا في هذه الشقة في هذا المبنى وهناك سلة قرابة بين العنصر الإرهابي وأصحاب أو الذين يقتنون في هذا المبنى طبعا حدثت هذه الحادثة كانت مساء أمس وتم بالتالي انتهت الرواية عند هذا الحادث المعلومات التي حصلت عليها المايدين بأن هذا العنصر الإرهابي قد قتل لأنه بطبيعة الحال من الطبقة السابعة وحسب شهود العيان هنا بأنه نقل إلى مستشفى قريب من هذا المكان بحالة حارجة جدا جدا وبحسب كل الشهود بأنه قد قتل فوره وقوعه أو فوره رميه بنفسه من الطبقة السابعة إلى الله وبطبيعة الحال القوى الأمنية حضرت إلى هذا المكان وتضرب طوقا أمنيا وبطبيعة الحال تجمع السكان والذين لم يشاهدوا هذا الشخص من قبل وإنما كان هو تحت المراقبة والرصد إلى أن تم العثور عليه وجرى ما جرى مساء أمس نعم مرة نعم عباس بالنسبة للناس لم يعرفون هذا الشخص أو لم يشاهدونه من قبل ماذا يقول السكان عن هذه الشقة أو عن هذا الشخص عمليا يعني بعد إحباط أو بعد اعتقاله أو محاورة اعتقاله ورمي نفسه من الطابق السابع سنسأل بعض المقيمين هنا في هذا المكان أولا هل أنتم رأيتوا هذا الشخص من قبل تعرفونه أم أنه لأول مرة يحضر إلى هذا المكان صروا شي ثلاثة أياما ويومان ثلاثة أيام فاتوا الشباب متفاجعوا فيه تفاجعوا فيه نوي للشباب ركضوا قبحا له دغري يعني لا يحضر منذ ثلاثة أيام فقط أيوة باس سنسألوا ثلاثة أيام على هذا وأقام عنده أقاب أيوة هذا هو بالضبط هذا اللي صار لم تروا تفاجعوا فيه نوي ركضوا قبحا له دغري رأيتوه يتجول في المنطقة أو مشارك لا 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 ما بيّن على الشارع بس أن الشباب أدرى فيه بالنواعية شكرا لك يا سيد طبيعة الحال يعني هذا الشخص ربما حضر إلى هنا للاختباء على ما يبدو في هذا المكان ظنا منه بهذه المنطقة طبعا هي منطقة حاضنة للمقاومة بأنه في مكان آمن لكن التحريات التي بدأت بعد وقوع التفجير الارهابي في السيدة الزيران في دمشق في العاشر من محرم في الثانية والعشرين من تموز يوليو الفائت نجحت وتكللت في تحييد هذا العنصر نعم روح شكرا لك على هذه التفاصيل مراسل الميدين عباس صباغ من الضاحية الجنوبية من حي السلم شكرا لك فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها حضرت دخول أربعة وخمسين بريطانيا من بينهم وزيرة الدفاع البريطانية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الوزارة أشارت كذلك على حضر عدد من مراسل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحفتين جارديان وديلي تيليغراف من دخول أراضيها وأكدت أنها ستواصل توسيع القائمة وتأتي الخطوة الروسية هذه ردا على عقوبات المملكة المتحدة ضد مواطنيها الروس وشركاتها وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي أفدت صحيفة واشنطن بوست بأن تقييمات استخبارية سرية أمريكية تتوقع فشل الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق هدفه الرئيسي بالوصول إلى مدينة ميلتوبول جنوب شرق البلاد وأضافت الصحيفة أن ذلك سيعني أن كييف لن تحقق هدفها الرئيسية المتمثلة في قطع الجسر البري الروسي إلى شبه جزيرة القرم هذا العام وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم المحبط يستند إلى الكفاءة الروسية في الدفاع عن الأراضي التي استولت عليها من خلال حقول الألغام والخناضق أجرت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية تدريبات على الاستجابة للكوارث النووية في منطقة ميكولايف خدمات الطوارئ عملت على سيناريوهات كارثة نووية في محطة بيفيدي نوكرينسك للطاقة النووية جنوب البلاد إلى ذلك عرضت وسائل الإعلام الروسية المشاهد لعروض المتطورة من عمليات إنزال قامت بها القوات الروسية خلال فعليات المنتدى العسكري التقني أراميا الفين وثلاثة وعشرين الذي نظم في كوبينكا قرب العاصمة الروسية موسكو بطالب من روسيا بحث مجلس الأمن الدولي مسألة زيادة التسلح في حرب أوكرانيا كما ونوعا بما ينذر بتصعيد الصراع إلى مستويات أشد خطرا ويحد من إمكان التوصل إلى حلول سلمية تقرير نزار عبود الحرب في أوكرانيا تزداد ضراوة والسلاح الأشد فتكا يتدفق على الميدان عابرا محيطات وقارات ومتجاوزا كل القوانين والمحاذير الإنسانية والذخائر العنقودية إحدى مظاهره أود التأكيد هنا أن الأنباء المتعلقة بنقل واستخدام ذخائر عنقودية يبعث على القلق الشديد فالناتق باسم الأمين العام دعا إلى جعل هذه الذخائر من التاريخ وإلى عدم استخدامها بتاتاً وبعكس القواعد الأممية في فضل نزاعات بالسبل الدبلوماسية سباق التسلح يمضي على قدم وساق في حرب غير باردة دول النيتو قدمت حتى الآن أسلحة بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا خلال هذا الصراع هذه الأسلحة تجهز على أي فرص للحلول السلمية كثير منها وصل إلى السوق السوداء ووقع في أيدي عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية وبأيدي عناصر نازية وفاشية داخل القوات المسلحة الأوكرانية البيت الأبيض طلب إرسال أسلحة جديدة بقيمة 24 مليار دولار بعد إجماع على إخفاق الهجوم الأوكراني المعاكس إن حرب الناتو بالوكالة حتى آخر أوكراني تحول أوكرانيا عمداً إلى منطقة غير صالحة للسكن إلى حقل تجارب ملوث بالإشعاعات النووية والذخائر غير المفجرة قرار لندن وواشنطن إرسال ذخائر اليورانيوم المنظب والقنابل العنقودية أصاب المجتمع الدولي ومن ضمنه دول الناتو بصدمة لكن واشنطن تمضي في شحن الأسلحة إلى كييف وتحمل روسيا المسئولية إن الأسلحة الغربية المقدمة إلى أوكرانيا لحماية الأوكرانيين من البطش ليست سبب الحرب ولا تطيل أمدها فالمسئولية تقع على عاطق الكريملين وحده وسواء أناجحت القوات الأوكرانية في هجماتها أم أخفقت يبقى المستفيد النهائي من مواصلة القتال شركات الصلاح التي تجني أرباحاً خيالية من تصعيد قد يصل لحد تهديد بقاء البشرية بأكملها نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين بلهجة تحذيرية غير مسبوقة توجه رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو إلى أوكرانيا إذا شنت أي عمل على بلاده وقال لن نستخدم الأسلحة النووية فحسب وإذا تجاوزتم الخطوط الحمر سنضرب مراكز صنع القرار من دون سابق إنذار ليست بيلاروسيا بعيدة عن ما يجري في الميدان الأوكراني صحيح أنها ليست طرفاً مباشراً في الصراع لكن وهج الحرب لا بد أن يصل إليها في ظل شراكة كاملة مع موسكو وتصاعد التوتر مع الغرب حيث أعربت مينسك في عدة مناسبات عن قلقها من العسكرة الجارية في بولندا الجارة ودول البلطيق وفي ظل تطورات الصراع يعبر رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو عن موقف بلاده بالقول إن مينسك لن تدخل في أي أعمال عدائية ضد كييف إذا لم تعبر حدود بلاروسيا محذراً من توجيه ضربة قاسمة لأوكرانيا لن تتحمل تداعيتها إذا اعتدت على بلاده إذا شنت أوكرانيا عدواناً علينا سنستخدم ضدها ليس السلاح النووي فحسب لدينا أشياء أخرى ونحن لن نحذركم أنه إذا تخطيتم الخطوط الحمر سنوجه ضربة إلى مراكز صنع القرار من دون أي تحذير ولذلك لا تمسونا التحذير يخص أوكرانيا كما هؤلاء المجانين في الغرب الذين يستعدون لذلك الموقع الجغرافي لبلاروسيا منحها بعداً استراتيجياً في منطقتين شمال شرق أوروبا والبلطيق فهي تشترك في حدودها مع أوكرانيا وروسيا وثلاث دول من حلف شمال الأطلسي منها بولندا وبالتالي هي المنطقة الفاصلة بين دول الناتو والمجال الحيوي لروسيا التي تعد مينسك من النحية الاستراتيجية مهمة لجهودها العسكرية الأنظار باتت تتجه إلى بلاروسيا أكثر من قبل أطرف الصراع الدولي بعد انضمام فنلندا إلى الناتو ومع اقتراب انضمام السويد إليه أيضاً فأي دور عسكري يمكن أن تلعبه مينسك في المواجهة الحالية في أوكرانيا من جهة وفي المواجهة الروسية الأطلسية من جهة أخرى أعلن الحزب اليميني الليبرالي في هولندا استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني المتطرف بزعمة جيرت فيلدرز بعد الانتخابات المبكرة المقررة 22 نوفمبر المقبل وكذا زعيم الحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتا ما أعلنته زعيم الجديد لحزبه بشأن الاستعداد لتقاسم السلطة مع اليمين المتطرف فيما سارع فيلدز إلى الترحيب بقرار الحزب الليبرالي واصفا تلك التصريحات بأنها أخبار جيدة التمدد اليميني العالمي يكتسب أرضية أي نتائج لغضب الغالبية العظمى من الناخبين من الطبقة السياسية واليأس من البدائل من غير الممكن أن يدير العالم ظهره للثورة اليمينية العالمية المتصاعدة أبرز الأصوات ارتفع في إيطاليا منذ عام 2018 من يتاشر هذا الصوت تردد في أنحاء العالم لكنه اكتسب أهمية خاصة في أوروبا وفي جميع أنحاء الغرب حيث سئمت الغالبية العظمى من الوضع الراهن وعمى الغضب من الطبقة السياسية وبتت تبحث عن بدائل لم تستبعد منها خيار الهجرة الهجرة حتى من الوجهة الأولى للمهاجرين في جميع أنحاء العالم الولايات المتحدة هرب من غلاء المعيشة والضرائب وتدهور الوضع الاقتصادي والعنصرية والتغيرات الثقافية وتفلت السلاح قرار ريتشارد الرحيل طمعا بحياة أكثر استقرارا يتشارك ريتشارد كثيرين غيره من الولايات المتحدة وأوروبا لاعتقاد بأن المجتمع محطم وأن اقتصاد ما بعد الصناعة والعولمة بشكل عام لا يعملان لصالحهم كما طلعتنا صحيفة تليغراف البريطانية تحدثت عن غضب عارم من التغيرات الثقافية والاجتماعية وتكنولوجية الهائلة التي يشعرون أنها فرضت عليهم تصف التليغراف هذه الفترة بالأطول لخيبات الأمل الشعبية الطويلة منذ الثورة الصناعية وظهور السياسة الديمقراطية لذلك اكتسبت الثورة اليمينية أرضية فإلى جانب الإيطالية مالني ارتفع في هولندا صوت حزب المزارعين وفي جميع أنحاء القارة بما في ذلك الدول الإسكندنافية حيث تتبنى الأحزاب الرئيسية سياسات متطرفة بشأن الهجرة التقارب المصري التركي والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وضعت حدا لسنوات طويلة من القطيعة بين القاهرة وأنقرة انفراجة دبلوماسية فتحت طريقا لإيجاد صيغة للتفاهم بينهما لإدارة الملفات الخلافية العالقة من جانب وتعزيز العلاقات الاقتصادية من جانب آخر تقرير خالد أبو عرب رحلة التقارب التي قادت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على مدار عامين أنهت عقدا كاملا من الجفاء والتراشق ورغم وجود ملفات لا تزال عالقة أدى هذا التقارب إلى فتح صفحة جاددة ستساعد في حلحلة كثير من الملفات الخلافية كالملف الليبي وغاز شرق المتوسط والوجود التركي في دول عربية كسوريا والعراق إلى جانب ملف الإخوان الذي يرى مراقبون أن تركيا أعطته الأولوية لإثبات حسن نواياها تجاه علاقاتها مع مصر والذي تبلور في إجراءاتها الصارمة تجاه عناصر الإخوان الموجودة على أراضيها نجد أن تركيا قطعت أشواطا مهمة، سلمت بعض العناصر، قامت بوقف منح قيادات إخوانية الجنسية أو الإقامة أوقفت منصات إعلامية وسياسية للإخوان داخل تركيا كل هذه كانت إشارات إيجابية قابلها الجانب المصري وهذا نعكس على العلاقات الاقتصادية وحتى وإن لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا كثيرا خلال سنوات القطيعة إلا أن عودة العلاقات بينهما سهمت في دفعهما إلى تدشين مرحلة جديدة من التعون الاقتصادي إذ يطمح الجانبان إلى رفع مستوى التبادل التجاري من 10 مليارات دولار سنويا إلى 20 مليار دولار خلال خمس سنوات إلى جانب دراسة استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بينهما بالإضافة إلى عودة الاستثمارات المشتركة في مجالات عديدة أعتقد أن هذه العلاقات الوطنية بين الكؤومتين ستدفع التبادل التجاري إلى مستوى يفوق 15 مليار دولار بين القاهرة وقناة كذلك سيضعف عدد الشركات العاملة التركية العاملة في مصر إلى مستوى ألف شركة وربما أكثر في مجالات كثيرة في مجالات الغزل والنسيج والطاقة وغير ذلك وبحسب مراقبنا فإن التقارب المصري التركي ورفع منسوب الثقة بينهما سيدفعهما إلى خلق مصالح مشتركة وسيسهم في حلحلة كثير من القضايا الإقليمية الخلافية ليس بينهما فحسب بل في المنطقة وهو ما يضمن للدولتين تحقيق أكبر مكاسب استراتيجية ممكنة جهود دبلوماسية على مدار عامين توجد بتقارب مصري تركي بعد عقد كامل من الجفاء تطور يرى مراقبون أنه نجح في إيجاد صيغة للتفاهم بينهما لإدارة القضايا الإشكالية العالقة وسيسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة خالد أبو عرب القاهرة الميادين أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عن شجار اندلع بين قوات تابعة لها وقوات أمن من القبارسة الأطراك في الشطر التركي من جزيرة قبرص بسبب أعمال إنشاء غير مصرح بها في منطقة تحت مراقبة الأمم المتحدة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها وأظهرت مشاهد للحادثة جرافات تقوم بتحريك شاحنات تابعة للأمم المتحدة وكتل اسمنتية وأسلاك شائكة في المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة والتي تديرها الأمم المتحدة فضلا عن التعامل بخشونة من قبل القوات الأمنية للقبارسة الأتراك تبحث قمة مجموعة بريكس المرتقبة الأسبوع المقبل في خيار توسيع عضوية المجموعة بعدما أعربت أكثر من أربعين دولة عن رغبتها في الانضمام إليها فأي أهمية تحمل مجموعة بريكس جعلت منها مركزة جذبا لدول العالم تقرير فره أمر في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصادات النامية ظهرت مجموعة بريكس لتعطي أملا لدول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر إلى الأبد لعل هذا الأمل كان أحد الأسباب الرئيسية في جذب دول عديدة في العالم نحو المجموعة أكثر من أربعين دولة بينها ثماني دول عربية أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس تؤكد وزيرة الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا فما سبب هذا التهافت الكبير على الانضمام إلى المجموعة؟ شكلت بريكس منذ نشأتها تحالفا دوليا اقتصاديا سياسيا لكثر الهيمنة الغربية والأحادية الدولية وإيجاد عالم متعدد الأقطاب يكون أكثر عدلا وأنصافا خلال السنوات العشر الأخيرة حققت المجموعة نتائج مثمرة في الأمن السياسي والاقتصاد والتبادل التجاري وغيرها من المجالات ما جعلها نموذجا مهما للتعاون بين الدول النامية حول العالم لكن الأهم من ذلك ما حققته المجموعة على صعيد اختراقها للهيمنة الأمريكية بدءا من تهديد عرش الدولار الأمريكي كعملة تداول عالمية ومن بحثها عن عملة موحدة بينها وصولا إلى قدرتها على كسر العقوبات الاقتصادية الأمريكية مع سيطرتها على ثلث التجارة العالمية توسيع عضوية بريكس أصبح أمرا حتميا وهو على جدول أعمال القمة المرتقبة خلال الأسبوع المقبل والهدف تشكيل أكبر قوة اقتصادية عالمية تعود بالفائدة على العالم تجربة المجموعة الناجحة بحسب خبراء وتوفيرها فرصا تنموية حقيقية على أساس الشراكة السياسية والاقتصادية غير المسروطة في الدول النامية عاملان أساسيان يجدبان العالم نحو مجموعة بريكس ما يجعلها في تصاعد مستمر وما استياد طلبات الاندمام إليها إلا دليل على أن العالم بات بحاجة إلى حكم أكثر عدلا من ذاك الذي يهيمن عليه الغرب من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب نفسه وثمانية عشر متهما آخر خلال الأيام المقبلة لشرطة ولاية جورجيا الأمريكية ومن المتوقع أن يظل رهن حجز مؤسسة القضاء الجنائي في الولاية لبضع ساعات في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا حيث ستأخذ بصماته إضافة إلى بصمات عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني والطيقات صور لهم قبل عرضهم على القضاء دائما نزور صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء